خاطر عشرين وعشرين لكن الدوري العام المصري في طبعا وجوده في لعب بعض الجوالات أثناء كاس العالم عشرين وعشرين ده كان يعني قرار مهم جدا من ربطة الأندية برئاسة الناب أحمد دياب أنك أنت تبقى موجود وتلعب طبعا الجوالات دي أثناء البطولة وده كانت أعتقد فيها برضو إذن من الفيفا أنك أنت تشارك لأن في البطولات الكبيرة في الحاجات الكبيرة كل حاجة كله بتوقف كله بتوقف عشان يتابع كورة القدم لكن بكرة في مباريات غزل محلة هيلعب الداخلية الساعة الثلاثة اللاربع على استاد غزل محلة سموحة هيلعب المقول العرب ساعة خمسة على استاد اسكندرية طلاق الجيش هيلعب المصري ساعة خمسة على استاد السويس الجديد الزمالك هيلعب بيراميز على استاد القاهرة الساعة سبعة عايز بس أقول أن بداية الدوري السنة دي ممكن يكون الزخم مش كتير عليها لأن طبعا فيه كاس عالم وفيه مباراة مهمة جدا فيه منتخبات العالمية فيه كارنافال جبير جدا كاس العالم في نسخة ٢٢٢ لكن الدوري مشتعل بس نتكلم بكل أمانة كان عندنا في بداية الدوري بدأنا بالاتحاد السكندري وبدأنا بالمحلة عملوا كم ماتش وراء بعض مميزين جدا وحصلوا فيهم بعض النقاط لكن جي اصطدم بعد كده خسارة الاتحاد السكندري في مباراته أمام المحلة في اسكندرية ثم أمام فيوتشر في أستاذ السلام رجع تاني غزل المحلة وهزيمته أمام النادي الآلي بكرة الدخلية وهزيمته أمام فيوتشر في المباراة اللي قبل الأخيرة هتلاقي غزل المحلة والدخلية مباراة اللي هتقبل قسم على الثاني هتبقى مراجمدة جدا هو ممكن يكون الناس كلها بتفرج على كاس العالم لا لا هترجع تاني هتتابع هتتابع وتتكلم وهتشوف دوري مشتعل دوري مشتعل جدا 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 معنا كمان قائمة الزمالك طبعا المباراة مهمة جدا الساعة سبعة على أستاذ القاهرة هتبقى مباراة ولا أروع مباراة ما بين طبعا هي معاها قائمة الزمالك حراسة المرمى محمد عواد وصبحي الدفاع عبدالغاني حسام عبد المجيد مصطفى الزناري حمزة المسلوسي أحمد فتوح عبدالجمعة خط الوسط سيسي عمر السيسي نبيل عمد دونجا إمام عشور يوسف إبراهيم أوباما سيف جعفر سيد عبدالله نمار محمود عبدالرازي شيكابالا مصطفى الشلبي أحمد مصطفى الزيسي خط لجم سامسون كنولا يوسف أسامة نبي ويوسف حسن أبرز الغيابات سيف الجزيري وعمر جابل قائمة بيرامدس لمواجهة الزمالك السبعة على السادق القاهرة في حرص المرشيف إكرامي أحمد شناوي يوسف نادر خط الدفاع أحمد سامي علي جبر أسامة جلال محمد الشيبي أحمد فتحي كريم حافظ محمد حمدي خط الوسط بلاتي توري وإسلام عيسى ورمضان الصبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق ووليد الكارتي وعبدالله مجدي خط الوجوم فخر لقاي دودو جباس فخر الدين من يوسف وغيب عن القائمة طبعا النجمة عبدالله السعيد على خلافية أزمة مغادرة المقاون العرب بين الشوطين بعد استبداله في بداية الشوط التانية فضلا على عدم جازته معنا كمان طبعا عمر جابر في إصابة لعمر جابر طبعا هو عمر جابر بره قايمة نادي الزمالك عنده إصابة سيواصل غيابة عن الزمالك أمام برامس بسبب إصابته بكادمة في أعلى رقبة سأضع على اختبار طبي بعد اللقاء دي صورة خاصة ده صورة خاصة لينا لرومونتادة دي إصابة عمر جابر نتمنى للنجم الكبير عمر جابر نجم النادي الزمالك ومتخابنا الوطني إن شاء الله إشفاء العجل دي صورة خاصة للرومونتادة بعد التحام مع زميل أحمد مفتوح النهاردة في التامرينات قبل مباراتة لقاء الجيش أنا أسف أبنى مراتة لقاء الجيش برضو إصابة شكلها كبيرة ربنا يا رب كده يفقوت منها على خير ورجع تاني عمر جابر من لعبين المميزين جدا زوار يعني نتكلم بعد طبعا عمر جابر يعني عبدالله السعيد مش موجود لأن عبدالله السعيد الراجل معجبوش الكلام في مباراته أمام مقاولين العرب بين الشوطين راجل غير وطلع ده اللي بتردب من جوه النادي ده لو الكلام ده صح أعتقد أن يعني لاعب بقيمة وحجم عبدالله السعيد الحاجات دي مش صريفة يعني مثلا كنت أتكلم على موضوع ميسي يقول أن أتكلم طبعا مع عبدون في الفقرة بتاعتنا الحوارية لكن النجوم الكبار شكلهم بقى لما بيجوا بتبقى خلاص قريب قوي من خط النهاية بإيجابياته بسلبياته بفوسته أو بهزمته بوجوده في تشكيل أو وجوده بره التشكيل بتلاقي ممكن يبقى نرفع عنده علي الراجل بحس أنه هو بعيد يعني كريستيانو الراجل قاعد على الدكة لا جورجينا رودريجز ولا جورجينا اسمي دي مراته مش عجبها الكلام هو كمير مش عاجبه الكلام كل محبين كريستيانو مش عاجبهم